فأبى أن يتناول نصيب شريكه في اللبن فروي وروي أخوه ثم أخته بما هو إلى أن جئت به رحلي فقام صاحبي إلى شارفنا إلى الناقة الكبيرة في السن تلك فإذا بها لحافل من اللبن فحلب لنا فشرب وشربت احتى روينا وبتنا بخير ليلة قالت ثم خرجنا فركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب أعطاها الله قوة جديدة للحمارة لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبان حولنا ولا يجدها في ضرع فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخيرة احتمضت سنتاه وفصلته يعني الفطان وكان يشب شبابا لا يشبه الغيمان فلم يبلغ سنته حتى كان غلاما جفرا يعني قويا شديد البنية وكانت حليمة السعدية رضي الله عنها تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وترقصه كما تفعل الأمهات مع الأبناء فمن ذلك قولها يا ربي إذ أعطيته فأبقه وأعليه إلى العلا ورقه واضحض أباطيل العدى بحقه وكانت الشيمة أخته من الرضاعة تقول وهي تداعبه أيضا وترقصه هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي فديته من مخول معمي فأنمه اللهم فيما تنمي وكانت تقول أيضا يا ربي أبقي أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا واكبت أعاديه معا والحسدا وأعطيه عزا يدوم أبدا قال ابن إسحاق في روايته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعبه من لنا إذ أتاني رجلاني يعني نزلا من السماء قال العلماء هما جبريل وميكائيل عليهم السلام عليهم ثياب بيض بطسط من ذهب مملؤة ثلجا ثم أخذاني فشق بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها يعني رماها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لو وزنها اللهم اصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدد كلماتك وقد حدث حادث شق السدري مرة ثانية عند البعثة لتلقي الوحي ومرة ثالثة عند الإسراء والمعراج لتلقي الفيوضات الإلهية في هذه الليلة المباركة وفي هذه الرحلة الطويلة بسرعة فائقة أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره ارتأت أمه أن تذهب به وتسافر به إلى أخوال جده عبد المطالب بالمدينة المنورة ومعها أم أيمن الحبشية وكذلك لكي تزور قبر زوجها ومكث عندهم شهراء ثم عاد الركب إلى مكة وفي الطريق مرضت أمه آمنة وماتت سبحان الله العظيم قدرة الله يفعل ما يشاء لا يسأل عن ما يفعله ودفنت بقرية الأبواء بين مكة والمدينة وشاء الله سبحانه وتعالى للنبي أن يذوق مرارة فقد الأبوين وهذه مواساة لمن فقد أباه أو أمه أو الأثنين معا اللهم ارحم الجميع وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره زاره ويبكي ويبكي من حوله من الصحابة الكرام ففي الصحيح مسلم عن أبي هررة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزوروا القبور تذكركم الموت وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ترجمة نانسي قنقر